في زيارة وصفت بالتطور النوعي في نشاطات الأمين العام للمشروع العربي لبى الشيخ خميس الخنجر دعوة الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي لزيارته في مقر الجامعة بالقاهرة لمناقشة الأزمة العراقية المتفاقمة تناول الشيخ الخنجر في لقائه مع الدكتور العربي الأزمة السياسية القائمة في العراق وضرورة العمل للوصول إلى مصالحة وطنية حقيقية يكون للجامعة العربية والمجتمع الدولي دور فيها لأن ميزان القوى المختل داخل العراق اليوم لا يتيح إنتاج مثل هذه المصالحة من دون تدخل خارجي وضمانات بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه كما ناقش شيخ الخنجر مع الدكتور نبيل العربي الخطر الذي تمثله ميليشي الحجد الشعبي على الدولة العراقية مؤكدا أن ما يجري في المقدادية نموذج على عجز الحكومة العراقية عن القيام بالتزاماتها تجاه مواطنيها في ظل تغول الميليشيات وتواطئ القوى الأمنية معها كما بحث الاجتماع الوضع الإنساني في مدينة الفلوجة في ظل القصف العشوائي والحصار الكامل المفرض عليها منذ خمسة أشهر ومنع دخول المواد الغذائية والطبية إليها مجمعين على أن الوضع في المدينة اليوم يشبه إلى حد كبير ما جرى في بلدة مضايا السورية الأمر الذي يتطلب تدخلا عاجلا لمعالجة الوضع الإنساني في المدينة مداولات الشيخ الخنجر مع الأمين العام للجامعة العربية جاءت في إطار بحث مستمر يسعى فيه المشروع العربي لإيجاد حلول عربية ودولية لمحاولة حل مشاكل العراق المستعصية في ظل أجواء سياسية وأمنية ضبابية تنظر بمزيد من الفتن اشتركوا في القناة